من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر هايدي الجملة يلي كتير نحنا منرددها بأحاديثنا وكل ما بدنا ندافع عن شغلة بس بزن أو حسب ما عم بشوف اخر فترة انه في كتير عالم عن جد ما بيعرفوا شو معناتها هايدي الجملة وبيقلوها بس طيب بينوا ان هني بيفهموا تعليقا على اللي صار مع اللاعب المصري يلي سحبوه من فريقه من ورا ما انه مرة اتهمته بالاعتداء عليها انا ما عم بقول اذا هيدا يعني انا هون مش النقطة تبعيت اذا عن جد عملا ولا لا النقطة هي تجي مفرعة بي نقطتين زيادة مبارح ينزل فيديو لللاعب ورده عم بياتذر اذا بتعرفوا او بتفهموا بالبادي لانجوج بتعرفوا انه هيدا الزلمة اخلاقه كتير عالية ومربة منيح عنده فاليوز عنده ستاندرد بس غلط الاعتذار كان عبارة عن كسرة رجال نهان نمسحت فيه الارد وصيته انتز على كل حياته في عالم حاجه يقولولي من ايده هيدا الفيديو لالكن لكل حدا هاجمه وقال انه بيستاهل وقال انه كان لازم يعملوا بعد اكتر من هيك معه جسديا واجتماعيا بحبلكون شغلي بذكركم باول جملي قلت بالفيديو من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر انتو بالذات الله بيعلم كم بنت انتو مجارجرين وراكن من ورا تصرفيتكن اللاواعية الطايشة ويلي انا مأكدة انه عقدت تلتة رباعة البنات وهن زيتهم البنات رجعوا كفوا حياتهم عادة وصاروا احسن منكن بعشهم مرات انتو زيتكن يلي عم بتقولوا كان بيستاهل اكتر من هيك ما بتخلوا اخدكن تطلع ديقتين برات هيدا الباب لانه انتو بتعرفوا كتير منيح ادي اخلاقكن الزفت معقول تعمل بالبنات بيحيالة بنت تتعرفوا عليها عالطريق بتخافوا لانه اللي انتو عم تعملوا ببنات العالم منه قليل فاكيد انتو بتخافوا انه الشاب يعمل بنفس الشي باخدكن بدلا ما تحسنوا من حالكن وبدلا ما تعملوا انتو بينكن بين نفسكن تطوير للذات ان كان بالفكر ولا بالعلم ولا بالشغل ولا بيحيالة شي لا خلونا نتسلب هالكمبنت خلونا نعمل اللي بدنا نعمله ومنكفي حياتنا ومننتقل على بنت تاني انتو زيتكن عم بتقولوا عنه للصابي بيستاهل كان اكتر من هيك لشوني فاق ولا طلعنا واحكينا ولا لانهم خبيين ورا الشاشة وما حدا حيلقطنا وما حدا حييجي حاسبنا يا حبيبي في عيون وفي عالم بيعرفوكن فيس توفيس وفي عالم بيعرفوكن لايف وبيعرفو اصاسكن وفيون يجرسوكن على فكرة الافترة على العالم لا يجوز وانكن اصلا تحكوا على العالم كمان لا يجوز وانكن تفتوا من عندكن انت مين انت مين لا تفتاه هو وشو كان بيستاهل كحكم ومين اللي بيأكد انه هاي المخلوقة عن جد اذا كانت هي مظبوط حكية ولا لا ولا انه يلا ولكن احنا النسوان اذا بدنا نقعد نشتكي على كل رجال لمسنا وولله كنا غنينا اجن انا ما عم دافع لا على المرأ ولا عليه انا عم بيحكي عن هيدول العالم اللي نازلين هجوم فيه للصبي وهني بعد اسفت منه خافوا الله خافوا الكارما ما بعرف انتو بشو بتقامنه وتأفرت از خافوا لانه الدنيا دوارة انت اليوم هون او هون بكرة بتنزل اذا انت شايف حالك انه انت اباضاي فيك تعمل لبدك ايه والسبع ودمتا وما حدا يكمشك وبنفس الوقت بدك تحكم على غيرك لتبرق نفسك بتكون غلطان كتير رح يجيك نهار اذا مش فيك بحدا بيعرفك او بحدا انت بتعرفه بحدا انت بتحبه فيها تكون امك فيها تكون اختك فيها تكون جارتك فيها تكون حالة حدا فيها تكون من بعدين المرة اللي انت بتك تتوب على ايديا رح يجيك نهار وانا اكيدة انه الوقت هيخلي العالم تنساها لهيدي القصة وهو رح يرجع على المنتخب ما بعرف اي متى وفيه هو مش بس هو يعني فيه كذا حدا لانهم دي ار سيليبراتيز ولانهم دي ار بوبليك فيجرز ولانه العالم بمجرد ما بيسمعوا بيسمون بتصير القصة اكبر بكتير تاخد هايدي الدجة بس انتو بتعرفوا كم حالة بالحياة الواقعية بتصير وبيصير في استغلال يا من جهة المرة بده تعمل كم ليرة او كم قرش من ورا الرجال انه اختصبني لانه تعرفوا هذا الموضوع صار كتير حساس بهذا العصر اجنب ما عم سخفوا بس فيه كمان نسوان ولاد حرام بدهن يفطروا على الرجال وبنفس الوقت فيه رجال بيكونوا ولاد حرام بدهن يخرب بقى خلس شغلتن يخربو بتمنى نوصل لانهار بس نشوف حدا نغلد نوقف حدو نساعدو ننصحو ما منعرف نعمل شي نسكت ندعيلو نصليلو مش نهجم عليا زيادة مش نكون نحن والدنيا وكل شي حوالي يعني ضدو لانو تذكروا كتير منيح انو لما انتو تكونوا بمشكلة وتقعدوا تقولوا يا ربي ساعدني فيه ايام انتو كنتو ظالمين فيها ما بعرف قديم اقول تكون نيتكن صافية بالدعوة مبارف مبارف ترجمة نانسي قنقر